زي ما شفتم معنا في نهاية النشرة المشهد الأخير والكلب وهو في البحر اللي هي فكرة إنه الناس كلها في الصيف حتى الحيوانات تستمتع بهواء الصيف من حوالي يومين تلاتة كده كنت بتابع أخبار الصيف في كل مكان في العالم فمسلا تقارير كتيرة جدا في أوروبا رغم الأزمات اللي موجودة في العالم بشكل عام وفي أوروبا تحديدا فبيقولك الناس اللي بدلت أجازتها كانت الأجازات مثلا بتبقى أسبوع أو ثمانة أيام زي ما بياخدوها وبيبقى مجهزها من أول السنة نظرا للأزمات فالناس عملت تقليص علشان يقدروا يستمتعوا ولكن بوقت أقل وبأيام أقل وبالتالي الميزانية تبقى أقل فباقت الأجازات عبارة عن من يومين لتلاتة أو أربعة بكتير لكن ظلت الشواطئ كما هي مستحمة شواطئ أسبانيا جنوب فرنسا إيطاليا بكل شواطئها اليونان وده بيؤكد أنه الإنسان دايما محتاج لأجازة ومش بالضرورة لأجازة تكون طويلة الأيام أو بفلوس كتير جدا الأجازة ممكن تقتصر في يوم أو يومين نفس الشيء هتلاقيه مع مواطنينا وأهلنا في مصر لما بتشوفوا الصور الكتيرة وازدحام سكندرية أنا شخصيا بالعكس ببقى مبسوطة أن الناس مبسوطة والناس على فكرة ما بتتضايقش يعني الناس بتحس بطاقة بعض يعني بيبقوا فرحانين أن الكل بيصيف اللي موجود على الكورنيش اللي موجود على الشواطئ وشواطئ مصر ربنا حبانة في مصر بعدد من الشواطئ العظيمة والبحار العظيمة فأنت بطول الساحل من أولى السكندرية لحد ما تروح أنت عندك عدد من الشواطئ ومدن جديدة زي العالمين كلها الحقيقة يعني متاحة للجميع وبكل الميزانيات يعني كل حد قد ميزانيته قد الأيام المتاحة ليه يقدر يقدي فعلا أجازة لطيفة ترجع مثلا تروح لمنطقة زي بورسعيد والسويس وتيجي مثلا زي مناطق راس البر وجمصة وبالتيم فحتلاقي أماكن كتير ناس بتغير خالص ويروحوا الغرداء وشرم الشيخ على فكرة شرم الشيخ ممتلئة بإخواننا العرب موجودين أعداد كبيرة جدا خاصة كنت مثلا وأنا في الأردن بلاقي كتير من أهلنا في الأردن والإخوة الأردنيين بيفضلوا كتير جدا أنهما ساعة يبقى موجود زي ما بيقول في نوابة عن طريق العقبة ويقضي أجازته فالصيف بيعلن عن الأجازات والأجازة مش مرتبطة أن أنا أصرف كل ما في الجيب أنا ممكن أعمل أيام قليلة وميزانية محددة لكن أقدر أرفع عن نفسي الدماغ